في هذا الفيديو رح تعرف كيف تشبك أكثر من سيبر بروكسي نفس الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسر فيديو جديد قبل نبدأ الفيديو أتمنى أنك تشترك في القناة رح تدعمني وتسعدني كثير وتحفزني أني نزل فيديوهات أكثر وأكثر وعطني لايك في هذا الفيديو وفعل زر الجرس إذا كنت أول ما ننزل الفيديو ويأتي يكتم به وإنشر الفيديوهات اللي أنا ننزلها إذا كان أحد يحتاج يعرف المعلومات هذه لأنه قلت لي العرض ممكن نشرحونها عموما الفيديو السابق إحنا شرحنا أنه كيف نشبك البروكسي وكان سيفر واحد ويكون راندو طيب اليوم أو الفيديو هذا رح نتعلم كيف نشبك أكثر من سيفر بروكسي في نفس الوقت يكون معقد أكثر وسائل فا طويلة عموما أول شيء يجب أن نفتح سيفرز تور ستارت نكتبه نفتح تور سيفر سيفرز تور ستارت أول شيء نفتحه تمام؟ عشان أوريكم الأشياء اللي إحنا ثبتنا عليها نقل في آي آخر تعديل صار في البروكسي عشان أوريكم طبعا نعديل على سيفرات البروكسي من كتن طيفة وإحنا مشغلين البروكسي تمام؟ نزول تحت آخر حاجة نكتبناها Socket 5 127.90.50 طبعا ما يحتاج أيضا أكرر كيف نطلع شرحت الفيديو السابق نفتح البروكسي باستخدام براوزر سوف نفتح موقع اسمه GoDuckDuck Proxy Chain Firefox www.goduck.com ياسر وما هذا الموقع؟ الموقع هذا يطول العمر نفسه مثل GoGo بس الفرق بينهم إنه هذا يكون آمن ما يتبعك وما يتعقضك إلى آخره تمام؟ جوجل عارف عنك كشي أما هذا ما يتعقضك ومحمي إلى آخره عموما نبي نبحث هنا نكتب Server أو نقول Proxy Server Plus كده نكتب أوكي فيها مواقع تحط الستات سيفره طبعا إحنا وش راح نسوي راح ننسخ الابي سيفر ونشوف الخدمة اللي مستخدمة يا سوكت 4 يا سوكت 5 سوكت 4 سوكت 5 HTTP أو maybe HTTPS عموما نبي نفتح موقع هنا اللي هو هذا هذا أفضل موقع صراحة اسمه تحطي موقع صراحة أوكي نفتح طيب مثل ما تشاهدين هنا فيه يقول لك هنا service HTTP HTTPS Socket 4 Socket 5 هنا يقول Ananomity اللي هو هل هي التخفي High Average لو ما في التخفي تمام مثل ما تشاهدين هنا فيه سيرفرات موجودة في IP Address فيه Port فيه المكان country تمام وين يقول لك type HTTP No Ananomity شوف يقول لك هنا تخفي No هنا برضو هنا فيه High هنا برضو مثلا شوف كلها No 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 هنا فيتحدث خلينا نحدث الصفحة نشوف شوفوا تحدثت السيفرات مثل تشاهدين هنا Socket 4 هنا يقول لك Ananomity High من 3 minutes طيب خلينا ناخذ شوف هنا بوريكم محاجة Speed رح يتأخر حتى هذا رح يكون بطيء جدا طيب حنشوف الأخطر هذا هذا Brazil 4145 Socket 4 خدمة Socket 4 طيب نحن نروح هنا Socket 4 Etc Proxy Chain Okay So i نضيف اللي هو يقول هنا Socks 4 هذا الخدمة نضيف ال IP وال Port 4145 سوف نضيف خلينا نضيف ثاني سوف نظيف Pakistan يا سلام باكستان port 1080 على خدمة Socks4 على النوم msi high طيب 1080 Socks4 طيب على خدمة Socks4 1080 نطلع نكون نحفظ خلينا نفتح موقع جديد مثلا IP نشوف بيش يصير هل بيشتغل سيفرات ولا لا في بعض السيفرات ما تشتغل معك على حسب وانتو حظك طيب أبي وريكم هنا الحين هذا الـ 160 4 5 خلينا نتكلم يا غالي طيب هذا هنا يقولك 103 هذا الـ Proccess ثاني اللي هو هنا يقوله أوكي ناوريكم طيب طبعا إذا لم تشتغلت السيفرات ما رح يصنعك الموقع أوكي طيب هنا يقول لك وين باكستان أخذنا أيضا خلينا نشوف أوريكم هنا وإيش صاير ناوري حفوق شوي أوكي نجي عندي هنا هنا لما ضفنا يقول لك هنا يطول العمور مين أوكي مشى على الـ Proxy السيفر هذا على بورت هذا في D-Chain طبعا هنا D-Chain هو الـ رسفونس حق الـ Proxy تمام على هذا حقنا وعلى الـ Proxy وعلى الـ Proxy وDNS أوكي تمام طبعا هنا طيب كل ما تشبك بروكسي سيفر زيادة كل ما صار الموضوع معقد أكثر كل ما واجهت مشاكل أكثر طيب خلينا نشوف نضيف بروكسي سيفر أو نقول آخر بروكسي سيفر بروكسي سيفر نحن نحدث نشوف الأشياء الجديدة نزلت أو تحدثت أو طبعا كل ما زيت سيفر بروكسي كل ما صار الموضوع يطول في تصفح أوكي موضوع جدا مزعج طيب بس لحساب تخفي بس فيه اللي هو تور براوزر تور براوزر صراحة أشوف أفضل شيء إنك تتصفح هذا الـ Proxy chain صراحة أشوف أنه كويس من ناحية وشو من ناحية أنه أنك أوه كي شوف الأحمر يعني طيب من ناحية اللي هي تستخدم أدوات مثل إنماب تتخفر بروكسيس أما أن التصفح صراحة أشوف أنه متعبة جدا بس التصفح إذا كنتبهون تشوفون فيديو جديد عن تور براوزر وأفصل فيه وأشرح كيف تحملوني إلى آخره كيف تشغلونه راح أشرح لكم وهذا أفضل شيء ممكن تسوينا وأسهل شيء تستخدمون فيه التور التور يربط على 3 سيفرس بروكسي وراح يكون معك زي الحلوة بس هنا راح تواجه مشاكل طبعا من المشايفين هنا أحمر أحمر راح يكون سبيت أوكي مربطي نربط هذا معناه أنه حس أنه راح يحوس الدنيا كلها أوكي 8000 HTTP أوه نوع أنانانمدي أوكي نوع انتبهوا طيب جيرماني 1080 64 65 أحمر الله يستر أنه تحوس الدنيا كلها ATC Proxy Chain آه كاتب في U دعم PI انسرت SOX 5 لنقل هنا على خدمة هاتي اختاري واحد منهم 1080 الله يستر الدنيا راح تنعدم سنرى هل يشبك منه لا سنرى من أول الوقت طبعا في بعض السيفرات ممكن أنها تفصل معك شبك معنا وكي ومثل ما ترى هنا 103 الذي هو اشتغل معنا تمام 168 هذا هو 168 أخر سيفر ما كان هو آخر سيفر 134 134 تايم آوت ما توقع انه راح يشتغل بس خنشوف الموضوع بيطول جدا شوف هنا بيحاول يشبك مع 134 تايم آوت ف134 خيار غير موفق أوكي بس بيكت سنتين عشان يحمل الموضوع كذا راح تقدر تستخدم أكثر من بروكسي سيفر بس من ناحية انك تتصفح ما أنصحك أبد ما أنصحك راح تواجه مشكلة أوه سيفر طفا لازم أغيه وترجع من جديد وتسوي كذا وتمسح وش المشكلة أوه هذا و الله أوكي راح نمسحه طيب نطلع هنا هنا الـ WQ هل هذا ضبطت الأمور أم لا ضبطت؟ سنرى هنا نفتح هنا نفتح فتح معنا كانت المشكلة من السابر والدور على السابر يشتغل طبعا هذا الـ IP Address إذا كنت تغير الـ IP Address اللي هو Service To restart تغير الـ IP Address تغير الـ IP Address حسنا تغير الـ IP Address شرحنا كيف تشبك أكثر من الـ Proxy Saver ستستخدم موقع هذا صراحة أشوف صراحة أفضل موقع بالنسبة لي فإنه بيجيب لك سيفرات على حسب موجود اللي عندك الـ Anonymity ركز عليها ان هنا تغفي هاي ولا نون ولا أبريج حسنا الموقع هنا البورت والـ IP أهم حاجات تهتم لها عن طريق إضافة الـ Proxy تجي هنا تسوي تغير الـ 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 على أي طريق وخلص تتبك معك كيف تشبك أكثر من سيفر بروكسي ناس الوقت وصراحة من وجهة نظري ما أنصحك أنك تستخدم تور براوزر طبعا تور براوزر كيف تحمله وكيف تستخدمه دعونا نقفل هنا سوف تقفل معك بس أنا أرى صراحة البروكسي كيف تستخدمه صراحة أرى أفضل أنه كان يستخدم إنماب مثلا على أي شيء مثلا SS مثلا For مثال على أي شيء مثلا على مدري على أي موقع مثلا على أي حاجة Google.com عندما يشوف البحث إنماب سوف يكون أوه أنت متخفي وراء بروكسي سيفر وراء بروكسي سيفر وراء بروكسي سيفر ومشغل بتطور فيكون صعب عليه أنه يحددك ويعني إدنتفاي من يسول إنماب هذا صراحة شوف بروكسي سيفر هو من ناحتي أنه صراحة أفضل شيء أنت تستخدم في الأدوات أما أنك تصفح راح تواجه مشاكل إلى آخره وكذا إحنا انتهينا كيف نشبك أكثر من بروكسي سيفر نأس الوقت وباستخدام التور وإذا كنت تابعون تستخدمون أو كنت تابعون أشرح لكم تور برازور كيف تحملونه على الويندوز وعلى اللينكس سوف أفعل هذا الفيديو جاي أتمنى أن أعجبكم الفيديو بضيفكم حاجة أنا بإذن الله قبل إختبارات النهائية سوف أقدم دورة عن بتريشين تستينج سودينت اللي هي بي تي اس من شركة إيلين سيكورتي كما سوف تدورة المدتها مدت شهر وبسعر رمزي وفيه خصم خاص اللي يجون فيه جروب حقي اللي هو في تليجرام أنا عندي جروب في تليجرام عندك تحت في ديسكريبشن حسابي تويتر واتكروا بتليجرام تقلوا تواصلون معي هناك إذا عندكم أي مشكلة تواجهونها سواء تويتر ولا بتليجرام عموماً تفاصيل الدورة ما راح أتكرها لحد الآن إلى قبلها بسبوعين طبعاً مدري كنا شهر نوفمبر مدري متى لنهاية الاختبارات حوالي شهر خمسة شي زي كده تمام أتمنى أعجبكم الفيديو ولا تنسى تغطيني لايك على الفيديو وتنشر الفيديو إذا حتى بي استفكت معك أوكي وأشترك في القناة الله يسعدك تسعدني والله العظيم صراحة تحمس وإني أنزل فيديوهات أكثر إذا شفت الناس اشتركوا وتفاعل إلى آخرين صراحة أموماً طوات عليكم شكراً لكم جميعاً السلام عليكم السلام عليكم شكراً لكم بش ش